بسم الله الرحمن الرحيم أهم ثلاث أعمال في هذه الأيام العمل الأول قيام الليل قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يتجعون وبالأسحار هم يستغفرون قيام الليل سعة في الأرزاق قيام الليل صحة في الأبدان قيام الليل نور في الوجوه قيام الليل قرب من الله قيام الليل مطردة للأمراض من الجسم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة من الله ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد قيام الليل لقاء بالحبيب قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار قيام الليل سبب في إنك تنال المنازل العالية في الدنيا والآخرة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قم الليل إلا قليلا فمن أعظم الأعمال إلا أتقرب بها إلى الله عز وجل قيام الليل العمل الثاني صلة الأرحام صلة الأرحام سبب في عمران البيوت صلة الأرحام سبب في غفران الزنوب صلة الأرحام سبب في طول العمر صلة الأرحام سبب في البركة صلة الأرحام سبب في سعة الأرزاق روى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه رمضان يوسعه رزقه وينسى له في أثره يعني ربنا طول عمره فليصل رحمه صلاة الرحم بتعمر البيوت يا جماعة صلاة الرحم بركة عظيمة جدا جدا لأنه قاطع الرحم والعياذ بالله ملعون قال الله عز وجل فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله وأول الرحم الأب والأم فمن أعظم الأعمال التي أتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام صلاة الأرحم إن شاء الله بالتليفون بأي صورة من الصور بما تتناسب مع الأرحم فأعظم عمل أيضا أننا أتقرب إلى الله عز وجل بصلاة الرحم حتى يصلني ربي من وصل رحمه وصلاه الله ومن قطع رحمه قطعه الله العمل الثالث جبر الخاطر أنك تفرح الناس القرآن كله جبر خاطر يا جماعة فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم فإنهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون جبر خاطر يا جماعة اجبروا خاطر الناس راعوا مشاعر الناس عبروا عن مشاعركم يا جماعة فراحوا اللي حواليكم هاي فرحكم ربنا يا رسول الله أي الناس أحبوا إلى الله قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه قربة تقضي عنه دينا تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى الله من الاعتكام في مسجد المدينة شهرا كاملا اللي هيكبر بخاطر الناس ربنا هيكبر بخطره اللي هيسطر الناس ربنا هيسطره اللي هييفرج كربات الناس ربنا هيفرج كربه اللي هيساعد الناس ربنا هيساعده اللي هيطعم الناس ربنا هيطعمه اللي هيكسو الناس ربنا هيكسوه اللي هيسقي الناس ربنا هيسقيه اللي هيسطر الناس ربنا هيسطره اللي هيعين الناس ربنا هيعينه كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من أعظم الأعمال عم أعمال يسيرة وأجور عظيمة تمسكوا بها رزقان الله وإياكم القبول اللهم آمين شكرا جزيلا